اشتركوا في القناة عائدا من المستشفى وانا مش قادر افتح عيني ومش عارف اشوف قدامي في كل يوم ارجع من هذا الطريق سنة سنتين ثلاثة سنوات اربع سنوات ولم الاحظ ابدا الا وانا تعبان مش قادر افتح عيني فنظرت يعني في على مبنى من مباني الطريق الذي امر منه في كل يوم وانا بهذا التعب فلافتت نظري لافتة لم ارها من قبل مكتوب عليها الله واحد الله ليس له مثير الله ليس له ولا فرأتها لما ضيب وذهبت الى البيت وعادة عندما اعود بهذا التعب القي نفسي فلا اشعر يقول فذهبت ووضعت والقيت نفسي على الفراش فلم استطع ان انام طوالا لي الله احد الله ليس له ولا الله ليس له مثيل له مثيل هذا الكلام انا يعني وفي داخلي هذا الكلام انا يعني هو في داخلي لكن انا لم ارى لم اسمح من يقول به من قبل من الذي يقول هذا قمت ونبست ملابسي وانطلقت بالسيارة وعدت الى المبنى الذي شهدت عليه هذه اللافتة وطرقت الباب ففتح لي رجل عجوز نعم يقوله فسألته انتو انتو مين مين يعني مين ما عليش اللي برا ده مين اللي بيقولك كلام اللي برا كلام المعلق ده من الذي يقوله قال له ايه اللي برا فخرج اه ياه كأنه قال يا اللافتة دي لسه قال له اه ده ده مسجد وده الاسلام بيقول كده اسلام اسلام ايه عندك كلام بيقولك كلام ده يعني موجود قال له في مصحف بس تدفع تماما طبعا هذا الان الحمد لله مش موجود مراكز إستاذية بفضل الله تعمل إنما في هذا الوقت قال له آه عندي مصحف بس عايز تاخد تاخد الهداية شوفي يا أخي والله كن كانت الأجيال تفرط والله إنما أراد الله بنا خيرا يقول فدفعت له ثمن المصحف وخدت مصحف وفكت من بعض كده أديل وأخذته يعني طبعا ترجمت الآيات الإنجليزية يقول وقرأته وفي كل صفحة أشعر أن شيئا يدخل بداخلي بقوة يقول حتى إذا ما وصلت إلى آخر صفحة وجدت الآية على رأسها تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يكن له مثيل لم يكن له مكافئ لم يكن له لد لم يكن له كفوا أحد يقول فوجدت نفسي أسرق بصوت عالم الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونزلت ونسيت حتى أن أقرأ الصورتين الباقيين اللي فضين ونزلت بالسيارة وذهبت وطرقت الباب على الرجل وقلت له ماذا يفعل من يريد أن يؤمن بهذا الدين ودخلت في الإسلام ثم اشتريت تذكرة الطائرة وجئت إلى بلادكم أقول لكم حرام عليكم ترجمة نانسي قنقر شكرا